لا حاجة للوقوف في صفوف طويلة للحصول على الدواء خاصة لمن يعانون امراض مزمنة ويجدون متاعب للحصول على الدواء بشكل دوري ففي جنوب افريقيا حصل مهندس الكهرباء نيو هوتيري على جائزة الاكاديمية الملكية للابتكار الهندسي لتصميمه صيدلية ذكية لتقديم الدواء لمن يعانون امراض مزمنة هوتيري عان من السل وكان ينتظر لساعات في كل مرة يحصل فيها على الدواء هذا ما دفعه لابتكار حل يرحم المرضى من ساعات الانتظار الفكرة الاساسية كانت توفير منتج يركز على المريض ويتعامل معنا كمرضى في المقام الاول ويلتزم في الوقت نفسه بضوابة السلامة التي تنص عليها وزارة الصحة لتسهيل الوصول للرعاية الصحية الصيدلية عبارة عن خزانة كبيرة مقسمة حيث يستقبل المريض اشعارا على هاتفه الذكي بوصول الدواء ومن خلال جهاز يشبه الصرافة الالية يدخل المريض ارقاما خاصة فيحصل على الدواء بسرعة كبيرة هذا الجهاز يريح المرضى من عناء الذهاب للصيدليات والانتظار طويلا للحصول على الدواء وبحصوله على مبلغ الجائزة يعمله تيري على استثمارها في تطوير صيدلياته واضافة مزيد من العناصر والامكانيات التي تجعل الحصول على الدواء اكثر سهولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة